في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 41 عسكريا في معركة غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وأكد جيش الاحتلال إصابة 2234 جنديا بينهم 355 بجروح خطيرة منذ بداية الأدوان على غزة مشيرا إلى مقتل 29 عسكريا في حوادث متفرقة منذ بدء العملية البرية بينهم 18 بنيران صديقة في الأثناء وجه لدعاء العام الإسرائيلي اتهامات جنائية لشخص انتحل صفة جندي للانضمام إلى حرب غزة وسرقة ذخيرة ووفقا للائحة الاتهام فإن المتهم لم يخدم في الجيش لكنه تمكن من الدخول بين الجنود منتحلا صفة عضو في وحدة قطالية من النخبة وأشارت لائحة الاتهام نهو قام بالتقاط صور مع قادة الجيش والمسؤولين بينهم نتنياهو قبل أن يسرق أسلحة وذخيرة ترجمة نانسي قنقر